تغيرت ملامحها وأظلمت شوارعها وخلت ميادينها وتحولت فرحة المدينة بذكرى الثورة التي كانت شرارتها إلى ألم وحزن ومعاناة بعدما انقض عليها حكم العسكر الذي جاء بشعارات براقة ووضع المدينة في واقع مزري فبعد ما يسمى بالتحرير غير المنقص لا زالت المدينة تشهد ترد كبير في الوضع الأمني وأصبحت جرائم السطو والقتل على الملأ أما إعادة إعمار المدينة التي دمرتها الحرب فهو حلم عند كثير من الأهالي الذين دمرت بيوتهم وأضحوا يفترشون العراء ناهيك عن أكياس القمامة المتكدسة في الشوارع والأزقة أما السيولة المالية فهي متوفرة فقط لإقامة الحروب في الجنوب وفتح جبهات جديدة من أجل إخضاع البلاد لحكم مجرم الحرب حفتر أما مدينة درنة التي كان آخر عهدها باحتفالات فبراير العام الماضي فهي تشهد هذه الأيام أعمالاً وحشية يندلها الجبيل فعادت ميليشيات وعصابات حفتر ورقص إعلامهم الرخيص على أشلاء أبناء الزاهرة الذين يسمون بالإرهاب بينما يشهد لهم العالم أجمع بأنهم طردوا داعش من مدينتهم وبسبب هذه الأوضاع المزرية يحاول حفتر مجتهد فتح جبهات جديدة حتى يوهم أتباعه بأنه لا يستطيع تقديم الخدمات المناسبة لهم لأنه مشغول بتلك الحروب العبثية بينما هو في حقيقة الأمر رجل عسكري من منظومة عرفت عبر تاريخ حكمها بأن همها الأول السيطرة على الحكم والاستلاء على مقدرات الشعوب فهل سيفهم أبناء شرارة الثورة ذلك أم سيستمرون في غيهم ولهوهم؟ ترجمة نانسي قنقر